بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك سنة تانية عاملين ايه يا ربك كلوك تكونوا بخريحة بعيدة نهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح يونة 8 هنشرح لسم 1 في يونة 8 من كتاب بيت بايبت ونبدأ على طرق نقول بسم الله الرحمن الرحيم لو فاتك اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختروا قائم التشغيل سنة تانية من كتاب بيت بايبت وهتلاقيوا على كل الفيديوهات بالترتيب وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة انجليزة من الصفر على الفيسبوك اسم القناة على اليوتيوب لانجليزة وجماله كل الاسئلة كل شرح الدروس بينزل على قناتي على اليوتيوب بشرح كل درس لوحده وبحل اسئلة للدرس في نفس الفيديو اسم القناة على اليوتيوب لانجليزة وجماله اسم الصفحة على الفيسبوك انجليز من الصفر ونبدأ على طول الفيديو النهاردة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يونت ايد الوحدة التمنح بعنوان A trip to the store A trip to the store يعني رحلة إلى المتجر عنوان يونت ايد A trip to the store رحلة إلى المتجر كلمات lesson one مقلمة pencil case بنقسم الكلمة علشان نحفظها spelling pencil p-e-n-c-i-l p-e-n-c-i-l case c-a-s-e حرف c بينطأ k بنقول pencil case حرف c في كلمة case بينطأ k pencil case pencil case p-e-n-c-i-l c-e-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c-i-l-c قراصة نوتبوك 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 N-O-T-E بوك B-O-O-K حقيبة أو شنطة باك 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 B-A-G ماس سيسورز 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 S-C-O-I S-S-O-R-S سيسورز S-C-O-I S-S-O-R-S ألا حسب كالكو يوليطر كالكو يوليطر كالكو يوليطر C-A-L C-U-L A-T-O-R عندنا حرف السل في الأول بيونطق K وحرف السل تاني برضو بيونطق K كالكو يوليطر كالكو يوليطر كالكو يوليطر فرشاة التلوين Paint Brush Paint Brush Paint Brush Paint P-A-I-M-T Brush P-R-U-S-H ألم تلوين Colored Pencil Colored Pencil Colored Pencil Colored C-O-L-O-R-E-D Pencil P-E-N-C-I-L حرف السل في كلمة colored بيونطق K الوين أو دهانات Paint 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 P-E-I-N-T ورق ملون Colored Paper Colored Paper Colored C-O-L-O-R-E-D Paper P-A-P-E-R P-E-R-E-D بعد كده محل بيع أدوات مكتبية Stationary Shop Stationary Shop Stationary Shop أول حاجة Stationary S-T-A وبعد كده عندنا أربع حروف بننطقهم شن في أي كلمة T-I-O-N S-T-A T-I-O-N T-I-O-N على بعضها كده بننطقها شن يبقى S-T-A T-I-O-N Y-R-Y Shop S-H-O-B والS-H بننطقهم She أو She على حسب بقى نطق الكلمة يعني حرف الشن باللغة العربية Stationary Shop Stationary Shop لعبة Toy 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 T-O-Y بعد كده أشياء خاصة بالمدرسة School items School items School S-C-H-O-O-L Items I-T-E-M-S School items بعد كده Language Factions الوظائف اللغوية للسؤال بمعنى هل يوجد للجمع بنقول Are there هل يوجد للجمع Are there Are there وبعد كده Any Any بمعنى أي عايز أقول هل يوجد أي Are there Any Plus لإسم الجمع يعني بعد Are there any بنكتب الإسم الجمع اللي بنسأل عليه الإجابة بقى بنجاوب بيس أو No ده السؤال بيبدأ بفعل مساعد بنجاوب بيس أو No عندنا مثال عايز أقول هل يوجد أي آلام جاف Are there any pins Are there any pins يعني هل يوجد أي آلام جاف طبعاً اللي موجودة عندنا في الصورة آلام جاف يبقى كده هنجاوب بيس أول حاجة هنقول يس وبعد كده بنبدل أول كلمتين في السؤال مع بعض يعني السؤال بيبدأ ب Are There هنبدله مع بعض في الإجابة يبقى There Are كده الإجابة بمعنى نعم يوجد عندنا سؤال تاني Are there any books هل يوجد أي كتب طبعاً الصورة ما فيهاش كتب فيها شنط أو حقائب يبقى كده هنقول No وبردو هنبدل أول كلمتين مع بعض يعني بدل Are There تبقى في الإجابة There Are بس لما بنجاوب بNo بنضيف إن أبصرفتين الفعل المساعد Ar يبقى No There Aren't No There Aren't يعني لا يوجد بعد كده بيقول لجامعة الأسماء بنضيف آخر لإسم حرف الاس يعني لو عايزين نجمع الإسم بالإنجلش بنضيف له حرف الاس زي ألم Pin عايزين نجمعها نقول لأألام بالإنجلش Pins يبقى ألم Gath Pin أألام Gath Pins ضفنا إسر الكلمة حولناها لجامع Ruler Rulers Ruler Rulers Ruler يعني مصطرة Rulers يعني مصطر كده جامع عندنا بقى كلمات لما بنجمعها ما يعرفش نضيف لها S فقط لازم نضيف لها ES هي الأسماء التي تنتهي بيه S S أو S H أو C H أو O أو X يبقى لو الإسم اللي احنا عايزين نجمعه انتهى بS S أو S H أو C H أو O أو X تبقى في الحالة دي حبايبي بنضيف ES عند الجامع زي Brush منتهي بS H هنضيف لها ES بقى Brushes Brushes كده جامع ليه هنا ضفنا ES للكلمة علشان دي كلمة أو اسم انتهى بS H فعلشان كده يا حبايبي ضفنا للإسم عند الجامع ES لأن الSH من الحروف اللي قلنا عليها عندنا مثال تاني بقول لي زي مثلا صندوق بوكس عايزين نجمعها هنضيف لها ES يبقى بوكسز الصنادي ليه بقى هنا ضفنا ES علشان الكلمة انتهت بحرف X ضفنا ES عند الجامع يبقى بوكس بوكسز بعد كده بقول لي لاحظ كلمة سيسورز دائما جامع كلمة سيسورز احنا بنقصد مقص مقص واحد ولكن يعامل معاملت الجامع يبقى كلمة سيسورز تعامل معاملت الجامع بعد كده عندنا نص الاستماع look listen and repeat انظر واستماع وردد النص النص بعنوان هاني وهنا في مكتبة بيع الأدبات المكتبية مع والديهما عندنا هنا الأدب بيسأل هاني بقوله are there any black pins هل يوجد اي اكلام جاف سوداء رد عليه هاني وقاله no there aren't يعني لا يوجد there are blue pins and red pins يوجد اعلام جاف زرقة وحمراء عندنا بقى امامة هانا بتسألة بتقولها are there any blue pencil cases هل يوجد اي مقلمات زرقة are there any blue pencil cases رد تاني على ما متها وقالت لها yes there are يعني نعم يوجد yes there are بعد كده look and number يعني انظر ارقم بناء على الادوات اللي موجودة في الصورة هنرقم الكلمات اول مثال كتاب حل معنا pinz اعلام جاف لو بصنا في الصورة اعلام جاف number three بعد كده عندنا bags يعني حقائب او شنط يلا مع بعد كده نشوف الشنط في الصورة number كان بالزبط عندنا الحقائب او شنط number 12 رقم 12 يبقى هنكتب جنب الكلمة الرقم اللي بدل على الصورة اللي بدل على الكلمة يبقى 12 12 بعد كده عندنا scissors mass لو بصنا في الصورة mass number eight رقم 8 بعد كده books كتب number four calculators number one لآلات الحسبة بعد كده notebooks number nine paint brushes number seven colored pencils number two pencils number five paints number eleven colored paper number ten آخر حاجة عندنا rulers مساطر number six يبقى احنا بنكتب جنب الكلمة رقم الصورة اللي بدل على الكلمة بعد كده homework يعني واجب منزلي بنكتب كل كلمة تحتها بخط كويس يا حبيبي وبنفضل وإحنا بنكتب في الكلمة نردد فيها نطق واسفلنج بحيس تثبت في زهننا أكتر هنرى الكلمات كمان مرة محل بها أدوات مكتبية stationery shop كراسة notebook مقص scissors ألا حسب calculator ألم تلوين colored pencil ألوان أو دهانات paint ورق ملون colored paper الشيء خاصة بالمدرسة school items بعد كده ماتش يعني وصل هنا بقى يا حبابي بنقرأ الكلمة ونوصل الكلمة بالصورة اللي بتدل عليها الأول كلمة عندنا paint brush paint brush letter b يعني فرشات تلوين تاني كلمة عندنا notebook letter c تالت كلمة ruler letter d number four الكلمة الرابعة calculator letter a بعد كده scissors مقص letter e look and circle يعني أنصر وضع دائرة طبعا هنا بناء على الصورة بنامج circle على الكلمة أول صورة عندنا قلم رصاص يعني pencil pencil الكلمة التانية يبقى نامل عليها circle دائرة بعد كده فرشات تلوين paint brush الكلمة الاولى نامل عليها circle دائرة حكبة أو شنطة bag الكلمة الاولى نامل عليها circle دائرة بعد كده عندنا دهانات paint الكلمة التانية نامل عليها circle دائرة بعد كده قاعد ترزيب الحروف واكتب الكلمة اول صورة عندنا كتاب بوك بي او او كي عندنا الصورة وتحت الصورة الحروف اللي بتدل على الكلمة بس متلخبطها بنرتبها يبقى اول كلمة بوك هرتب الحروف بي او او كي مصطرق رولر ار جو ال اي ار بعدك دورق بيبر بي اي بي ار المجاف بين بي اي ان اذا ما اسم جلتر سيكتب الحروف النقصة في الكلمة مصطرق رولر ار يو ال اي ار نوتبوك اتنو تي اي بي او او كي بينت بي اي اي اني تي كالكوليطر سي اي ال سي او ال اي تي او ار يبقى بنكتب الحروف النقصة في كل كلمة بعدك دورق لسن اند انصر يس اور نو هنا بقى بنقرب السؤال لو السؤال بيدل على الصورة او يعبر عن الصورة بنعمل الترو تحت اس لو السؤال لا يعبر عن الصورة بنعمل الترو تحت نو او السؤال هل يوجد اي اقلام جاف طبعا اللي في الصورة كتب يبقى في الحالة دي هنعمل الترو تحت نو يعني لا يبقى احنا كده اخترنا لا اللي في الصورة كده قرسات وليس الام جاف يبقى في الحالة دي هنختر نو لما نعمل الترو تحت نو معنى كده نحن بنقول لا كده السؤال لا يتفق مع الصورة number two are there any rulers هل يوجد اي مساطر طبعا اللي في الصورة مساطر يبقى true number three are there any scissors طبعا اللي عندنا في الصورة مقصة يبقى true احنا قلنا كلمة scissors تعامل معاملة الجامع اي حاجة مكونة من جزئين زي المقصة كده اي حاجة مكونة من جزئين تعامل معاملة الجامع وبرده عندنا كلمة glasses نضارة نضارة واحدة ولكن تعامل معاملة الجامع لانها مكونة من عرستين يبقى اي حاجة زي كده مكونة من جزئين تعامل معاملة الجامع بعد كده write the word اكتب الكلمة اول كما عندنا calculator على حسبة C-A-L-C-U-L-A-T-O-R مع استيسورس S-C-I-S-S-O-R-S حقيبة عوشان تباج B-A-G دهانات P-A-I-N-T وبكده يا حبيب نكون وصنع لنهاية الفيديو اسمكم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته